دكتور حضرتك بتتكلم دلوقتي قلت انه الاكل فيه مية ممكن نسبة المية ممكن تتقاوى السوائل مش لازم مية بعينها سوائل بشكل عام بيكون فيها نسبة ببيرة من المية سؤال حضرتك هل ممكن حد يقول فيه نسبة فعلا بتنته تشرب مية ويمكن انا اسمعت مؤخرا كزا حد بيقول اثرا بحبش طعم المية يعني انا بالنسبة بستغرب الكلمة دي لان انا بحسش ان فيه طعم للمية ولكن فيه نسبة بتحبش طعم المية فبتقول انا خلاص هستعيد عن المية بعصائر بالاكل خاصة القدروات زي الخيار والخص بيقافيه نسبة كبيرة من المية اللي بطيخ فواكه كنت شفت كمان تقرير الحقيقة عن شخص يعني قرر ان هو يستعيد عن المياه يعني هذا الشخص قاعد حوالي خمس سنين او اكتر ما بيشربش مية بس بيشرب سوائل بيشرب عصاير بيشرب ياكل فكهة ولكن مؤخرا صحيته تدهورت جدا نظر انه مش بيشرب مية في شكلها المية تمام فهل ينفع نستعيد عن المية بشيء؟ هنتكلم في الحتة دي يعني ايه حتة اننا ما بشاء افضل مصدر للمية بالنسبة للانسان المية افضل مصدر للمية بالنسبة للانسان المية لو جينا قلنا مثلا حضرتك كلمتي دلوقتي في حتة الايه ممكن عصائر؟ اه ممكن عصائر طب العصائر بتديني مية بس؟ لا ده بتديني مية وفيتامينات وامنح مع الدنيل لو طبيعية لو طبيعية والحتة دي هنتكلم فيها لما يقولك ايه الاجواء الحارة طب الاجواء الحارة بتعمل ايه الاجواء الحارة؟ بتفقدك مية؟ اه عن طريق العرق طب العرق ده عبر عن مية؟ لا ده مية واملاح معدنية مية وايه؟ واملاح معدنية طب انت بتفقد كده كمية من الاملاح المعدنية صحيح لازم تعوضها تعوضها عن طريق المية؟ لا انا ممكن اعوضها عن طريق العصائر بقى في الحتة دي لازم أخذ عصائر فيها أملاح معدنية خلاص عوضها عن طريق الخضرات التسجع عوضها عن طريق الفكهة التسجع ففي الحتة دي عوض الكمية لذلك مريض الضغط المنخفض بيعاني من الأجواء الحارة يفقد كمية أملاح من هالسوديوم وبالتالي هنا بيحصل مشاكل والصداعة يجيله والإرهاق يجيله والتعب يجيله طيب دكتور لو إحنا بنتكلم على فكرة فصول السنة المختلفة سواء كان صيف أو الشتاء إزاي قدر أنا أحافظ على درجة حرارة جسمي من خلال المية في الفصول المتغيرة هو عبدا في الشتاء الناس ما بتشيبش ما كتير وده عتقد غلط أه طبعا غلط إحنا هقولنا إيه فيه كمية محددة قلنا إثنين ونص إيه لثلاثة لتر والإثنين ونص إيه لثلاثة لتر إيه إحنا قلنا إيه هيخدهم من إيه لثلاث مصادر اللي هي السوائل من ضمنها المية والأكل وثلاثة حاجة اللي هو إيه التفاعلات داخل جسم الإنسان طيب هل هو الاثنين ونص والثلاثة لتر اللي احنا بنتكلم فيهم هياخدهم في الأجوال العادية طب في الأجوال الحر هنعمل إيه هيزود كمية ليه احنا لوقتي لسا عايلين فيه ميزان مية داخل جسم الإنسان صحيح وقلنا كم وقلنا برضو نسبة مقاوية لازم الناس تعرفها أن جسم الإنسان بيحتوي على من 50% ل60% مية يعني 50% و60% مية بالنسبة للإنسان العادي أو الطفل 65% لازم تكون موجودة باستمرار آه طبعا الخلايا ميزان المية بيعمل إيه بيحافظ على كمية السواء لداخل هذا الجسم يعني في الأجواء العادية في الشيطة لازم أخذ الكمية داية طب في الأجواء الحارة وقلنا المصادر اللي هي أو الطرق المختلفة لخروج المية من الجسم عن طريق العرق وعن طريق البول وعن طريق البراز وعن طريق حاجات دي كلها لازم أخذ كمية أكبر في الوقت دا عشان حافظ برضو على الإيه على المزيع على 50% ل60% أو 65% بالنسبة للإيه للطفل يبقى في الحالة دي أعمل إيه أشرب مية يعني الحالة داية يعني تعنون بكلمة أشرب مية